اهلا ورحبا بكم أعزائي المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي يبدو أنه تاريخ 30 حزيران مثلما تحدثنا عنه في الحلقة الماضية عن ثورة العشرين حضر هذه المرة أيضا في 30 حزيران أيضا مرت ذكرى أو ذكرى اليوم العالمي أو اليوم الدولي للعمل البرلماني في عام 2018 جمعية العمل الممتحدة قرت أن يكون هذا اليوم هو اليوم العالمي للعمل البرلماني بمناسبة مثل ما قالت الأمام المتحدة لتأكيد الدور الذي يطلع به البرلمانيون في الخطط والاستراتيجيات الوطنية وضمان شفافية ومسائل أكبر على الصعيدين المحلي والخارجي إذن هناك أيام دولية العالم كلها يحتفل بيه يحتفل بيوم الطفل يوم المرأة يوم العمل يوم المهاجر يوم كثير من الدول وتحتفل وهذه المناسبات يعني يذكرون بإنجازاتهم لكن أن نحتفل بالعراق بهكذا مناسبات عندما تأتي هكذا مناسبات الحقيقة تثير فينا الحزن والأسى الحقيقة وهذه المناسبة يعني مناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني أيضا تثير فينا حزن كبيرا سأقول لكم لماذا لكن بعد أن يعني أقول لكم أنه أيضا لما تحدثنا في الحلقة الماضية عن الذين يتاجرونه بمثل هذه العناوين الكبيرة عناوين ثورة العشرين عنوان يوم العمل يوم المرأة يوم الطفل منهم يتاجرون بيوم الدولي للعمل البرلماني فرئيس مجلس النواب الحالي يتحدث يقول نحتفي بأهمية الدور الذي يطلع به البرلمانيون في تشريع القوانين هو يقول هكذا بالإضافة إلى القيام بواجب المهام الرقابية ونؤكد على دور المجالس النيابية في ترسيخ الديمقراطية وتحقيق تطلعات الشعوب وتعزيز السلم والاستقرار في البلدان الكلام إذا ما أخذ هكذا صحيح كل الكلام هذا اللي يقوله هو صحيح بالشكل العام الشكل الصحيح ينطبق على دول كثيرة دول برلماناتها ممثلة للشعب فعلا تعبر عن طموحات الشعب تدافع عن الشعب خارج من رحم الشعب فبالتالي البرلمانيون فيها يعني يشرعون القوانين التي تفيد الشعب تفيد الوطن ويقومون بواجب المهام الرقابية فعلا يصدرون قوانين ويكونون مراقبين للسلطة التنفيذية ويحدون من كل تهور يحدث ويراقبون تطبيق القوانين والقرارات التي يشرعونها ومجالسهم النيابية فعلا ترسخ الديمقراطية تحقق تطلعات الشعوب التي انتخبت البرلمانيين تعزز السلم والاستقرار هذا واقع حال لكن كيف يمكن تطبيق هذا الكلام على واقع حالنا في العراق مذر تأسيس البرلمان بعد الاحتلال ما يسمى بالبرلمان بعد الاحتلال منذ أول انتخابات أو حتى من تشكيل مجلس الحكم قبل ذلك اللي يشكل بولي بريمر الحاكم الأمريكي هذا السيء الصيب وبعدها جرت ما يسمى بالانتخابات عام 2005 وشكلته برلمان ولحد الآن شكلة على اساس المحاصصات توزيع حصص لهذا المكون هلقد نسبة وهلقد كراسي لهذا المكون هلقد نسبة وهلقد كراسي لهذا المكون هلقد نسبة وهلقد كراسي ولكذا وكذا وكذا محاصصات وزعت بين الأحزاب مثل ما توزع الوظائف توزع الأموال توزع الصلاحيات توزع السلطات توزع الفساد والنهب والسرقة كل شيء يوزع ومن ضمنها يوزع الفرلمان بهذه الطريقة وهؤلاء الذين يسمون نفسهم فرلمانيون الحقيقة هم يمثلون الأحزاب والقوى والكيانات التي تنتمي للعملية السياسية لا يمثلون الشعب وبدليل أنه خلال العشرين سنة التي مضت لم يحققوا شيئا والشعب يتظاهر ويصفهم بالسراق ودائما ما خرج الشعب بتظاهرات حارمة سنوات طويلة ينادي بإسقاط هذا البرلمان وإسقاط كل البرلمانات لأنها تحتوي على السراق ويتهمهم بسرقة أموال وهذا واقع الحال أموال ورواتب ومخصصات وتقاعد ومصيبة كبيرة البعض منهم حتى لا يمتلكون شهادات يمثلون أحزابهم ويتعاملون داخل البرلمان كأن الكراسي ملك لهم ولأباءهم ولأحزابهم وليست ملك الشعب وهم يدعون أن الشعب جابهم وهذا مو حقيقة وآخرها البرلمان الحالي يعني انتخابات التي جرت في شهر 21 أكتوبر الماضي شهر العاشر 2022 بيرت انتخابات سموها انتخابات أكثر من 85% و85% من العراقيين لم يشاركوا بهذه الانتخابات من شاركوا بهذه الانتخابات نسبة لا تزيد عن 15% من العراقيين ومن هذه النسبة الجزء الأكبر الذي قالوا أنه فازه والتيار الصدري انسحب فمن شكل البرلمان ومن سيطر على البرلمان سحب التيار الصدري وسحب نوابة من البرلمان ما عرفوا شلون هذه بس المهم هذا اللي حصل فمن شكل البرلمان وبعدين شكلت الحكومة من عنده هم الذين خسروا الانتخابات يعني لا يشكلون 7% أو 8% من الشعب العراقي كله هل يمكن لهكذا ما يسمى يعني جزافاً برلمان أن يكون ممثلاً للشعب يعني هذا مطروح السؤال أمو اللي يجيبوا عليه عندما يدعون أنهم يمثلون الشعب ويمثلون إرادة الشعب وإرادة الوطن عليهم من يقولوا لنا كيف إذا الشعب لم ينتخبهم كيف يمثلون إرادة الشعب وإرادة الوطن هذا واقع الحال فبالتالي لا يحق لهم الاحتفال بهذه الأيام والحديث عنها لأنها كذبة كبيرة مدخلات ومخرجات البرلمان فساد وخراب ودمار سيارات وحمايات ومعرف منه وسلطة وقدرات هائلة ورواتب عالية وتقاعد بعد أربع سنوات يخدم يأخذ تقاعد يعادل موظف أكثر من تقاعد اللي يأخذ الموظف خدم بالدولة خمسين سنة فبالتالي هذه المناسبات التي يقولون أن نحتفي بيها هذه تحتفي بيها الدول التي يعني برلماناتها تحترم شعوبها واللي برلماناتها خارجة من رحم شعوبها واللي شعوبها انتخبت البرلمانات ويستطيعوني قالت هذا البرلمان كله إذا لم يقدم خدمة لهذا الشعب إذا قدموا للعراقيين من عام 2003 لحد الآن من يقدر يقيلهم هذا الشعب طلع عليهم مظاهرات مئات المرات طلع مظاهرات وقتلوا من الشعب آلاف مؤلفة من العراقيين قتلوا بالشوارع الشباب الحلوين وآخرها في ذورة 2019 ثورة تشرين هل استطاعوا أن يغيروا هذا البرلمان؟ هل استطاعوني يسقطوا؟ ما هو هذا المطلوب المطلوب العراقي يعيش بهذه القضية هو من المسؤول عن الفساد يعني هذا الفساد مسؤول عن الشعب له مسؤول عن السلطات هذه التشريعية والتنفيذية والقضائية هي اللي تكافح الفساد هي اللي تكافح الخراب هي اللي تكافح السوق تكافح الطائفية تكافح الأخضر السيطرة أموالهم كلها يستخدموها يبيضون الأموال في أي مكان حديث كبير جدا جدا وبالتالي لا يمكن الحديث عن يوم للبرلمانيين نحتفل به كون نحن نظام برلماني هذه كذبة كبيرة وديمقراطية أي ديمقراطية هذه أي ديمقراطية ليس بالعراق وديمقراطية هذه التداول للسلطة ليش يعني هذولا اللي شكلوا الحكومة والحكومة تمثل الشعب شكلوا حكومة محمد الشيعع السوداني هم يمثلون الشعب هاي الميليشيات اللي شكلتها محمد الشيعع السوداني هو يعني مرشح الشعب يكفي هذا الكلام ويكفي محاولات التضيل لأنه لا لا تنفع الحقيقة وقت هذه الحلقة قد انتهى عزيزي المشاهدين أتوقعكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة